أهلا بيكم مرة تانية طيب واحد طبعا مبروك المشاركة في نسخة 20-23 من كاسة العالم الأندية بحقيقة يمكن الناس كلها بتتكلم على انفراضات وناس كلها بتتكلم على أنها في الأيام الأخيرة تكلمت على المشاركة أنا تكلمت على ده مع حضراتكم من قبل الموسم ما يبتدي وتحديدا كمان وإحنا متكلم على الميركاتو وقلت أن الموسم اللي جاي السنة اللي جاية دي واحدة من أهم وأصعب السنين في تاريخ نادي الأهلي كله يعني قلت أنه الموسم اللي جاي ده 20-23 احتمالية مشاركة الأهلي في كاسة العالم فيه كبيرة جدا وقد كان عندك لقب تشامبينز ديج اللي كنت قريب جدا منه وقريب من تحقيق رقم القياسي اللي بيحمل اسمك أو اللي بتحمله لغاية اللحظة بفكرة أنك أنت تفوز بتلت ألقاب متتالية كنت قريب جدا من تحقيق الحلم ده فوزت بنسختين وكنت وصلت لنهائي النسخة التالتة وبالتالي عندك حلم السنة الجاية أنك تعوض الخسارة الغير عادلة من وجهة نظر جماهير من وجهة نظر جمهورنا دي الأهلي أنه الأهلي تعرض لظلم في النسخة الأخيرة من دولي الأبطال وبالتالي أنت عايز حق اللقب اللي أنت فقدته بفعل فعل وعندك في شهر 8 مفترض هيكون السوبر ليج أكبر بطولة على مستوى تاريخ الكرة القدم في أفريقيا فعشان كان قلت الموسم ده صعب جدا واستثنائي جدا ومهم جدا ده يترجم فيه أمريكاته الأهلي في الفترة الصيفية يعني الموسم من التقالات الصيفية شكرا